نعم من أثار العند هدم البيوت نعم محو التقدير والحب خلاص بقى العند العند فيش حب نعم خلاص صراح الحب محو الزكريات الجميلة نعم محو التقدير خلاص ما فيش واحد بنا بيقدر التاني الرصيد اللي كان مقدر بينتهي خلاص بقى انتهى ما فيش تقدير بنا فيش حد يحترم التاني نعم تدمير الأسرة المستقبلية بتاعت الأولاد آه أثر في شخصيات الأولاد خلاص عشان كده من المصائب الكبرى انك تعرض عنادك ده أو حالة العناد أمام أبنائك نعم الكارثة ده مرض معدي هينتقل على طول هينتقل العناد مرض مرض معدي ينتقل إلى الأولاد على طول يخرب بيوت المستقبلية بتاعته نعم بل هو أكون سبب بعد كده وركن كبير في هدم هذا البيت نفسه هينتقل مع نفس الولد مع نفس الأب مع نفس الأم لأنه شايف بقى دي الصورة النجحة فرض فرض الرأي العناد من الأب أو الأم فرض الرأي على الأولاد لو الولد جاء للوقت أنه تملك أمره آه خلاص يبدأ يمارس نفس المدرسة نفس المدرسة بتاعته يبدأ يعني آه لو كان الأب هو المتسلط هيبدأ هو مارس نفس مدرسة التسلط على والدته نعم هو لم يتعلم إلا سوى هذه المدرسة خلاص هو شاف الصورة دي بيطبقها والعكس صحيح لو البنت شايف أن والدتها والدتها هي اللي قائمة على الأمر الجبروت وهي القيادة في البيت وهي اللي بتحكم وهي اللي بتدي هو اللي بكذا خلاص يبقى هي أتتبع لنفس الأسلوب مع أمين مع أبوها لو قال لها أنت رايحة فين إيه رايحة فين يعني براحتي نزلة إيه لأخرك يا بنتي من الدرس بدا هو بيسأل بيطمئن بس لكن عشان شايفة أمها متسلطة من الأول مجرد ما يسألها إيه لأخرك إيه لأخرك يا بنتي من الدرس تقول له يعني إيه تأخرت إيه كنت مع زميلي كنت بره الأسلوب الرد الرد العنيف ده عنيف وفيه عند آه عنيف فيه عند آه لو ما تنزليش تاني متأخر لا هنزل كنت حضرتك ذكرت بعض الأمثلة النبوية للتصدي لهذه المشكلة يعني لو هنروح بقى احنا قلنا من الأثار هدم الأسرة نعم وانفراط حبل الأولاد نعم وتدريس نمازج سيئة وسلبية لأولادنا بيتعاملوا بيها في المستقبل مع أسرهم ومع عائلاتهم اللي إن شاء الله ينشئوها التعامل مع الجيران والأصدقاء يعني الأولاد النموذج دوت بيطبق معهم خلاص طبعا خلاص لمدرسة تانية أنت بتنقيلها بعد وبي أنا بيصبني جزء كبير من الموضوع ده لأن الولد بيبدأ يطبق يتعرق اللي تعلموا عليه طبعا طبعا لأكيد